أغلب الفلاحي اللي منزورهم يقولك أنه الآفات والأمراض انتشرت أكثر وأوسع وأصبحت أقوى بعد 2003 أنت مع هذه النظرية أو لا تحليل نكون يعني شخصي أو نحن نعتمد بدرجة أساس على ما تسجل وزارة التعليم العالي وزارة الصراعة ومتحف التاريخ الطبيعي بالآفات اللي تسجل وهناك فرق متابعة تسجل الآفات اللي تدخل إلى البلاد مو بهذا الكم هناك آفات كانت ثانوية تحولت إلى رئيسية هذا السبب الرئيسي وشانو سوء استخدام إلى أحد الآن ما عندنا ثقافة استخدام المبيدات الكيميائية بشكل صحيح إلى أحد الآن الفلاح يفكر أو المزارة طبعا يفكر باستخدام مبيدات تكون أثارها السريع قتل مباشر قتل مباشر يظهر لي صفة مقاومة في نفس الآفة اللي يشوفها بعد خمس سنوات تكون أقوى تكون أقوى مثل التطعيم بالضبط تطلع الآفة بعد ما يأثر عليها المبيد الثاني ويقول يقول يا مبيدكم أنك شو ما صارت عندنا أكثر من العديد من الآفات اللي تكافر حد اقتوقات المزارة